تحت رعاية سعادة الناب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين وبالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية انطلقت اليوم أولى جلسات الطاولة المستديرة بعنوان الاحتيال الإلكتروني التحديات والمواجهة نعم المشاركون في الطاولة المستديرة طرحوا للنقاش صور واساليب الجرائم الاحتيال الإلكتروني والرؤى والحلول للتحديات القانونية والفنية ذات الصلة باعتبارها ظاهرة دولية تتطلب مواجهتها بحزم وإجراءات فائقة السرعة وقد ألقى سعادة النائب العام كلمة افتتاحية شارى فيها إلى التطور السريع والمتنامي في مجال الخدمات المصرفية عبر الانترنت واثاره في تنوع الصور واساليب ارتكاب جرائم الاحتيال التروني مشيرا إلى جهود نيابة العامة المبذولة في تحقيقها من خلال استنفاذ كافة الأدوات والآليات القانونية والإجراءية المتاحة في التشريعات الوطنية في شأن ذلك النمط الإجرامي وسبل مكافحته مشيدا بالبنية التشريعية القائمة والتي جاءت سباقة ورائدة في استشراف المستقبل في شأن ذلك النمط الإجرامي وسبل مكافحته كما نوها إلى التحديات ذات الطبيعة القانونية والفنية في تحقيق ذلك النمط من الجرائم والتي ساهمت في تعمير خطورتها وسبل مواجهتها وخاصة فيما يتعلق بسرعة عملية انتقال الأموال وضمانات التحقق من صحة عمليات التحويل المالي والأمن المعلوماتي المرتبط بتلك المعاملات وغيرها من التحديات من جانبه أشار سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي إلى ما اتخذه المصرف من إجراءات للحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني والقضاء عليها والحفاظ على مكانة وسمعة القطاع المالي والمصرفي وتعزيز ثقة مستخدمي أنظمة الدفع الإلكترونية حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص من كافة الجهات المعنية للنظري في شكاوى الاحتيال الإلكتروني ووضع الحلول المناسبة واتخاذ خطوات فاعلة لمكافحة الاحتيال المالي جهود وزارة الداخلية متمثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الحد من هذه النوع من الجرائم ومباشرتها والتواصل بشكل مباشر مع الضحايا أو المتضررين من هذه الغضايا التسعى للإدارة اللي هو لإنشاء برامج توعية كنا نؤمن أن التوعية هي المفتاح الأهم في مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم فمتى ما وجدت توعية واضحة لدى المستخدمين أنا أضمن لك أن نسبة حدوث هذه الجرائم تنزل إلى الصفر طبعا هذه الطاولة المستديرة سوف تغطي أربعة محاور رئيسية المحور الأول متعلق بالجانب التشريعي ونقصد فيه سرعة وهو معالجة سرعة تنقل الأموال وضمان التحفظ عليها المحور الثاني هو محور متعلق بالدور الإعلامي بالتالي سوف نركز على هذا المحور بتوعية المتعاملين مع مختلف وسائل الدفع الإلكتروني ثم ننتقل إلى المحور الثالث وهو المتعلق بالمحور الأمني المصرفي المتعلق بكيفية الوصول إلى المتهمين من خلال الأدلة المطروحة وأخيرا المحور الأخير وهو المحور التقني متعلق بكيفية الحصول على كافة البيانات المتعلقة بالمتهمين سواء من خلال البيانات المقدمة منه كمتهم أو من خلال رقم التلفوناته أو من خلال أي مستند يثبت أن هذا الشخص هو الذي قام بفتح الحساب الذي تم الاحتيال بواسطته ترجمة نانسي قنقر